عايزة عارف محبك لقاء ايضا كبرى موتلي كبرى الشركات ده المهم في ايه؟ طبعا احنا نتكلم عن المتنافسية الاقتصادية المصري النهاردة اتحسن بشكل كبير احنا اتحسن من مقرنة الى 2014 بـ 25 مركز ودي مهمة جدا من نظام للمستثمرين ان هو هيدخل اقتصاد لما تقارير التنافسية العالمي ده من اهم اهم التقارير الاقتصادية في العالم ان يكون اهم بها اللي يزدون المتنافسية الاقتصادية العالمي لما يقول من مصر ان مقرنة الى 2014 وده عام مهم جدا ده عام تولي الرئيس السيسي للمسئولية انه احنا تطورنا 25 مركز مفيش دولة غير قبرص عملت التحسن ده بـ 25 مركز من قرنة الى 2014 و2018 ده مهم لأي المستثمر ان هو يبقى عارف ان هو هيدخل دولة دولة مستقرة دولة بتقوم بإصلاعات اقتصادية النهاردة اي حد اي شركة عايزة محتاجة دولار محتاجة تحول ارباحها محتاجة تستورت حاجة من الخارج محتاجة تلبي احتياجاتها بالدولار بتلاقيه عكس الفترات السابقة في 2015-2016 لان ما هدى عندنا احنا عندنا فوائد من الدولار لدرجة ان سعر الجنيه النهاردة بيتحسن ويشوف ان قيمة الجنيه بترتفع بفضل السياسة المخدر للبنك المركزي احنا متنين عن دولة بتمر برنامج اصلاح اقتصادي ناجح اقترب من نهايته في مغمبر الجاي دولة نفذت برنامج مشروعات قومية بخم جدا هو الاكبر في المنطقة بحوالي 15 الف مشروع و اربعة تريليون جنيه او اكتر من اربعة تريليون جنيه فدولة بتمر على الجانبين الخدمات موجودة والمرافق موجودة الطاقة موجودة عندنا فائد من الطاقة في الغاز او الكهرارة وفي نفس الوقت عندنا طرق عندنا قناة السويس منطقة الاقتصادية لقناة السويس هي در التاج الاقتصاد المصري في الفترة القادمة فبنتكلم عن ان دولة مستقرة واستجاحين في المنطقة في المنطقة الشرق الاوسط زي ما احنا متابعين في فترة الاخيرة فبنتكلم ان احنا شريك مثالي شريك استراتيجي مثالي بالنسبة للشركات الصينية او الحكومة الصينية نعم انا باشكر حضرتك كجزيل الشكر استاذ محمد دانجم البحث الاقتصادي